الله يسعد ايامكم ووقاتكم بكل خير رجحت لكم من جديد وقصة جديدة بس كبين ما نبدأ لا تنسوا تشتركون بقناتي وتعاموني باللايكات والكومنتات الجميلة يا اهلا فيكم بجنة وريناد ويلا ما اطول عليكم ونبدأ قصتنا صحبة قصتنا لليوم اسمعتولين تقول انا بايا اي انا بايا بس والله اني بايا هطفا بالمختصر ما عندي معن زبتتي الزبتة لا انا اللي اضرب ولا انا اللي اخوف ولا انا اللي لي هاب بس بايا على الفاضي بايا بالاسم فقط المهم الموقف هذا صلي لما كنت في تاني متوسط انا كنت في المتوسط امشي مع شلة تتكون من اربعة اللي هما نسرين ولينا واسماء واماني والسبب اللي خلاهم يصاحبون لاني قاصة شعري بايا بعد ما تعمقوا فيي وكشفوا اني ما عندي وما عن جدتي جعل علي وقرروا انهم يخلونا امشي معاهم وكذا بدأت قصتنا قصة صداقتنا يعني هما صاحبوني عشان انا بايا وعشان احميهم وخلين شلتهم هايبة لكن بالنهاية هما اللي حمواني والله حمواني من عدم تكوين العلاقات لانه مين رح يتخاوي بايا هطف الناس يخاوون بايات عشان يحموهم مو علشان العكس المهم ما علينا في مرة من المرات كنت جاسة في الساحة مع بنات شلتي الا نشوف مين سديم مين سديم هادي يا طويلين العمر هادي واحدة متنمرة هي حرفية متنمرة المدرسة ما خلت احد الا ما تنمرت عليه يخرب بيتها اتنمرت على المديرة والمدرسات وعالطالبات وخالة المدرسة وحارسة المدرسة ما بقت احد هادي اللي منجد ينفع انها تصير بايا وانا المهم لما شفنا سديم ما قدلنا منذب عليها يعني هي كانت استغفر الله استغفر الله شكلها مرة غريب كان رأسها مرة صغير وجسمها مرة كبير كأنها قزازة عطر هم كده الناس اللي داما يتنمرون هم ابشع ما خلق ربي واستغفروا الله المهم قمنا نذب عليها ونستهبل حرفيا ما خلينا شيء ما خلينا ذب ولا خلينا نكتب اللي وقلنا عنها ورميناها فيها الزبدة سديم طالعت فينا وعرفت ان احنا بنتكلم عنها وحست ومن ضحكاتنا واضحة فجأة جات عندنا وهي متنرفزة قامت تقول ايش الهرجة تحشون فيها انتو يوم قالت كذا انا ما عدري ايش جاني طيق عرق البويات فجأة قلت لها اي وانحش فيك ايش بتسوين قالت اوف 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 عاش والله اهطف بويه في العالم صار عندها لسانه قامت تتكلم قلت لها والله ما الهطف الا انت يا هطف يا امرأس صغير اقول دي الزلاد ديك بقفة راسك يا امرأس كعبول قالت اوف يعني طق عرق البويات والهياض قلت لها اي وطق مو بس طق انا كمان بطقك عاد انا يوم قلت كذا فجرتها خلاص خربتها على الاخير قامت قالت لي انت تبين تطقين قلت لها اي واطقك لو كثرت معايا كلام قالت هايين هايين الوعق باذن الله بكرة انت استني بس بعد ما قالت كذا على طول دك جرس الفسحة بعد كذا راحت سديم وشلتها انا لفيت عبنات شلتي حرفيا كلهم كانوا مصطومين قالوا انت من متى كذا احنا من يوم ما عرفناك انت الرايح والجاي يطقطق عليك ولا تقدر تلولين شي الحين طق عرق البويات وتتهاوشين مع سديم قلت لهم ما عليكم الزبدة ايش رايكم فيني والله اني هجدتها وانا مبسوطة قالوا يخرب بيت بيتك تعرفين من سديم ما خلت احد ما تنمرت عليه ولا خلت احد الا وتهاوشت معاه المديرة كبرها تخاف منها تقومين انت يا صعلوكا تتهاوشين معاها قلت لهم اقول انت بنات شلتي وانفوض انكم معايا صار اللي صار وبكرا يتهاوش وتحكمون الجولة النهائية حتكونوا معايا وتعززون لي نسرين قامت من مكانها وقالت يلعن ابو اللي ما يعززلك اقسم بالله اني كفو ايه يا بويا اخيرا تقعي القلبويات ما بغينا نسرين هادي تحب الهوشات عشان هي تقدر عليه اما انا احب الهوشات عشان اني هطف اما انا لما شافت نسرين تعززلي قالت عززلية قالت عززلية انها راحت فيها اوكي انت يوم تقعي القلبويات ما تقعي الا عند سديم قلت الله يا عمي شبك انت زي البغبغة سديم وسديم ايش بتسوي لي يعني ومفوض هي اللي تخاف مو انا الزبدة قاموا البنات يعززون لي يقولون ايه عادي توليني لني بيها هادي هرمنا من اجل هذه اللحظة صرت اقسم وتواعد لبكرا المهم الزبدة يوم جاء الوقت جاتني ام الركب طلع كل شي اقوله هياط وقت الفسحة قررت اختفي عن الانظار عشان ما انجلب من سديم وانفضح قدام البنات رحت للمعلمات وانشبت لهم ما خليتهم يتهنون في اكلهم ولا يبلعون كل دقيقة انشب لمعلمة لين ما دق جرس الفسحة ورجعت الفصل اللي الباب يدق طلعت سديم قالت قلت في قلبي يا الله رحت فيها جاءت لين عندك يا سولين رحت مجلدين قدام كل بنات المدرسة قالت للمعلمة قبلها بيكلم تولين شوية وانا اقول يا رب متوافق ولي المعلمة وافقت طلعت برة قالت فين اختفيتي وقت الفسحة قلت لها كنت موجودة قالت الصرفة نتقابل عند الباب وانا زي الكلبة ساكت ما قدرت ارد عليها طار كل الهياط وجاء الوقت وقالت شكلك متحمسة للضرب قلت لها اخلصي واضربي قدتني كف والله ومن القهل انا رجع لها الكف خربانة خربانة يوم شافت قديتها كف كانت تقول طلقني يا جاسم طلقني وتديني بوكس من هنا وقف من هنا وفرسة من هنا وما خلت ولا بقت فيها قلت ضربتها على صدرها بأقوى ما عطاني ربي وسديم قامت صارخ وتتولى من الألم تقول الله لا يوفقك وانا اللي كنت خايفة منها من قوة خوفي ورعب شوية كنت أبول على نفسي واخراتها استسلمت بس عشان ضربتها هنا وقامت قدتني ضربة خلتني أغيب عن الوعي نسرين تجري وتنادي الإدارة وانا كنت أملتلي لعشان ما أقوم ونجل التاني قلت لكم اني رمة رحنا الإدارة والمديرة كتبتنا تعهد وطبعا سديم انفصلت من المدرسة نهائي لأن هذا آخر سادس تعهد لها من بعد هذه اللحظة ومن ذلك اليوم ما عد شفناها المديرة قالت شكرا بسببك تخلصنا من وجهها أبوس أمك وأبوك اللي جابوك وانا من هذه الوقت خلاص صرت أقوى بوايا في المدرسة والكل صار يحترمني وبكده تنتهي قصتنا لليوم أتمنى أنها عجبتكم ترجمة نانسي قنقر